تساقطت الثلوج اليوم في عدد من المناطق الجنوبية من المملكة في حين هطلت الأمطار الغزيرة في معظم المحافظات الأخرى الثلوج كانت متراكمة في كل من وادي موسى والشوبك خاصة في منطقة الهيشة في حين شهدت العقبة هطولا مطريا غزيرا شمل مناطق أخرى في الجنوب الأردني وقد تسببت هذه الحالة الجوية بإغلاق عدد من الطرق بسبب تجمع المياه حيث قامت الأجهزة المعنية بشفط المياه والتعامل مع الإغلاقات وقد أدت الأمطار في العقبة إلى انهيار سقف إحدى المدارس فجر هذا اليوم كما عملت كوادر الإسعاف على إنقاذ 24 شخصا حاصرتهم المياه أهم هذه الحوادث كان هو إغلاق النفق الموجود عند مصنع الرز أو نفق المشترك بسبب طبعا تراكم الأتربة وربما الحجارة داخل مناهل التصريف تم إنزال غطاسين من الدفاع المدني لفتح هذه المناهل وبفضل الله طبعا تم فتحها ومن ثم تعاملت الأجهزة المعنية من خلال الآليات لفتح هذا النفق طبعا كان محاصر في خمس آليات صغيرة بالإضافة إلى حافلة الكوب متوسطة وتم إخلاء 15 شخص محاصر كانوا بداخل هذا النفق طبعا جميعهم بحالة جيدة كان هناك اهتمام على محورين المحور السياحي تابعنا كافة المرافق السياحية وكانت هناك متابعة من كافة الفرق والمعنيين على الحفاظ على هذه المنشآت السياحية والقاطنين فيها وزائري محافة العقبة لم تسجل أي حادثة تذكر على الزائري مدينة العقبة الغالية علينا جميعا وكذلك بخصوص أبناء محافة العقبة وزوار محافة العقبة